موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي يدشن حزمة من المشاريع التنموية والحيوية في عدم بتمويل البرنامج السعودي موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل في عدم وفدا عسكريا مصريا رفيع على المستوى موسيقى اللواء الزبيدي يطلع على سير عمل شركة النفط وجودها لاستقرار الحالة التنمويلية موسيقى وزير التعليم العالي يطلع على أوضاع احتياجات مرافق مؤسسات الوزارة في وادي حضرمود موسيقى موسيقى نائب ووكيل وزارة الصحة العامة والسكاني وشيدا بجهود المجلس اليمني للاختصاصات الطبية بفرح عبر موض الساحل موسيقى أهل وسهلا بكم في نشرتين إخبارية نقدمها لكم من قناة عهد ومن عنوينها إلى التفاصيل دشن رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي في العاصمة عدن حزمة من المشاريع البرابج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بحضور رئيس مجلس الوزارات دكتور بعين عبد الملك وسفير السعودية لدى بلادنا المشرف العام على البرنامج محمد الجابر وتضمنت المشاريع التي تم إطلاقها افتتاح مشروع إعادة تأهيل وتشغيل مستشفى عدن العامة وإنشاء بركز القلب للمساهمة في دعم قدرات القطاع الصحة في محافظة عدن وما جاء وراءها كما تم تدشين المرحلتين الأولى والثانية من مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي ووضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي كما شملت حزمة المشاريع افتتاح أربع مدارس نموذجية حديثة لمن 31 مدرسة موزعة على مختلف المحافظات اليمنية وأطلق البرنامج السعودي ضمن الحزمة المرحلة الثانية من مشروع المسكن الملائم التي تضمن إعادة تأهيل 171 سكنية في محافظة عدن بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الممولة ومؤسسة الوليد للإنسانية مولاي خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد رئيس مدسوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ونتشرف اليوم برعاية كريمة من فخامة الرئيس وحضور دولة رئيس مدسوزراء وكذلك أصحاب المعالي لاستعراض وتدشين 229 مشروع بدأت منذ مايو 2018 وأكملنا تقريبا سنة الرابعة في هذه المشاريع نحن حقيقة محظوظين جدا بأن نعمل مع قيادة رشيدة في اليمن ومع حكومة تعمل لين نهار في خدمة شعبها وحن الحقيقة دورنا دور مساند ولا دور رئيسي ودور الحكومة اليمنية وأصحاب المعالي والسعادة والحقيقة لم تنجز هذه المشاريع لولا التعاون والتنسيق المشترك والعمل الدؤوب من الحكومة اليمنية ومن السلطات المحلية ومن أيضا المقاولين اليمنيين والعاملين اليمنيين وكذلك أخوانهم وشركائهم في هذا العمل من المملكة العربية السعودية نعبر عن سعادتنا أولا بافتتاح المشاريع وفي المقدمة مشروع مستشفى عدن هذا المرفق الصحي الكبير الذي فعلا سيستفيد منه أكثر من نص مليون مريض وعدن في المقدمة والمحافظات أيضا الجمهورية كلها ستستفيد من هذا المشروع الكبير هذا المشروع طبعا أنا أعتبر أنه من أهم المشروعات التي تم تنفيذها في محافظة عدن لأن كل المؤسسات الصحية دمرت بسبب الحرب التي أشعلتها الميليشيات الإرهابية الحوثية وبالتالي نحن في حاجة إلى إعادة بناء كل هذه المرافق فالمبادرة الكريمة والتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإنجاز هذا المشروع الضخم وبتكلفة تصل إلى 25 مليون دولار بكل التجهيزات الحديثة التي اليوم شاهدناها أثناء الافتتاح استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد العليمي وفد عسكري رفيع المستوى من جمهورية مصر العربية برياس تليو وأركان حربة محمد إسماعيل عبد الفتاح الذي يزور حاليا العاصمة عدن وذلك بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري وقيادات الوزارة ورحب الرئيس بالوفد العسكري المصري وأشاد بالتطورات النوعية التي تشهدها الشقيقة مصر على مختلف الأصعيدة وبالتحديد في المجالين العسكري والأمني في ضيل قيادتها الحكيمة كما أشاد الرئيس بالعناقات الثنائية العريقة بين البلدين الشقيقين وبموقف مصر الثابت إلى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية بحث نائب رئيس مجلس القيادة الرئيسي رئيس مجلس الانتقال الجنوبي الواعد روس الزبيدي تطورات الأوضاع في شركة النفط بالعاصمة عدن وجود إدارتها لضمان الحفاظ على استقرار سوق الوقود والوفاة باحتياجات المواطنين وطلع قلال استقباله المهندس طارق الوليدي المدير التنفيذي للشركة على أليل تسويق المشتقات النفطية في السوق المحلية وسب المعالجة المعويقات تمام مهام الشركة وشدد الزبيدي على دعمه لإدارة الشركة في أدام مهامها مطالبا بالحفاظ على استقرار امدادات المحروقات في الأسواق وتسهيل شحنات الوقود الواردة التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئيسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الواعد روس الزبيدي عضو هيئة رئيسة المجلس الانتقالي شيخ مشايق قبايل الصبيحة بمحافظة لحج الشيخ عبد الرحمن جلال وثمن اللواء الزبيدي مواغف قبايل الصبيحة في مختلف منعطفات ثورة الجنوب التحرورية معبرا عن اعتزازه بالتضحيات التي قدمها بناء الصبيحة في سبيل تامين الحدود الغربية للجنوب من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وقال إن قبايل الصبيحة صمام مان الجنوب لافتا إلى ما قدمته من تضحيات مؤكدا حرص بناء الصبيحة على وحدة الصف الجنوبي ومشاركتهم الفاعلة في اللقاء التشاوري وإنجاح الحوار الوطني الجنوبي ثمن نائب رئيس مجلس القيادة الرئيسي رئيس المجلس الانتقال الجنوبي اللواء عدروس الزبيدي في اجتماعه بممثلي المكونات السياسية والاجتماعية والأمراو الصلاطين من أبناء أبيان المشاركين في اللقاء التشاوري روحهم الوطنية العالية وأشاد بحضورهم البارز في اللقاء التشاوري الجنوبي الذي احتضنته العاصمة عدا قبل يومين مشيرا إلى حرصها مدائم على تعزيز الاستفاف الجنوبي واطلع اللواء الزبيدي على أوضاع محافظة أبيان وهموم المواطنين وأبرز المشكلات في المحافظة وتطرق اللقاء لنجاح اللقاء التشاوري الجنوبي وتتويجه بتوقيع المثاق الوطني الجنوبي اطلع نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية اليواء أحمد سعيد بن بريك خلال لقاء رئيس جمعية طب الطوارئ والكوارث مع الدكتور عمر تركي على طبيعة نشاط الجمعية وتناول اللقاء بحضور نائب رئيس لجنة الصحة بالجمعية الوطنية الدكتورة سلمة بازريع تسهيلات الجمعية للمستفيدين والوضع الصحي في محافظات الجنوب في ظل حاجة المستشفيات الاستشاريين في الطب الطوارئ والكوارث ووجه بن بريك بتوسيع نشاط عمل الجمعية عبر إقامة مركز رئيسي لها في محافظة حضرموت يضم محافظات الجنوب وتقييم الوضع الصحي والمطلوم من تسهيلات لتطويره رحب نائب رئيس مجلس الانتقال الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية أحمد سعيد بن بريك خلال استقباله رئيس اللجنة للتنفيذية للمؤتمر الجنوبي الأول المؤتمر القاهرة عبد المجيد سعيد وحدين وأشاد وحدين بنجاح الحوار الجنوبي وتدويجه بين عقادة اللقاء التشاوري مؤكدا أنه حقق نجاحا منقطعا نظير لم يشهد الجنوب منذ سنوات مضت في تقارب الأفكار والرؤى والتوافق الجنوبي بين جميع المكونات وصولا للميثاق الوطني وحث اللواء بن بريك بقية المكونات الجنوبية على اللحاق بالركب متطلعا إلى نجاح الجمعية الوطنية في دورتها السادسة المزمع نعقادها في مدينة المكلة والخروج بقرارات تدعم نجاح اللقاء التشاوري وتعزز إعادة الهيكلة داخل مؤسسات المجلس هنّا تلمان العام لهيئة رياسة المجلس الانتقالي الجنوبي خلال اجتماع بمقر المجلس في العاصمة عدن بنجاح اللقاء التشاوري للقوى السياسية والاستماعية الجنوبية والتوقيع على الميثاق الوطني الجنوبي وأشارت برياسة نايبل أمين العام للمجلس فضل الجعدي لجهود فريقية لحوار الوطني الجنوب الضاخري والخارجي بغرض تقريب وجهة نظر كافة كافة الشرايح المجتمع وتوحيد الصف وتحقيق الاستفافة الوطني لتحقيق تطلعات الشعب الجنوبي باستعادة الدولة الجنوبية الفيدرالية كاملة السيادة شهد مقر الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي في العاصمة عدن مراسم استيلام سالم ثابت العولقي مهم رئيس الهيئة الوطنية للإعلامة من رئيسها السابق علي الكثيري بحضور عدد من عضاء الأمانة المجلس الانتقالي وعبر رئيس الهيئة الجديد عن تقديره لجهود الكثير في التأسيس والارتقاب قطاع الإعلامة مشيرا لأنه يمثل أهم نص صليص لصوت الجنوب نحو استعادة الدولة ومتطلعا إلى العمل المشرك لتحقيق الأهداف بتعزيز العمل الإعلامي التقى وزير الخارجية وشهور المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك سفير الولايات المتحدة لذا بلادنا ستيفن هاريس فيجين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين واستعراض مستجدات الأوضاع والجهود المبدولة لإحلال السلام في اليمن وأشهد ابن مبارك بجهود السلطات الأمريكية في دعم وحماية الآثار والمنتلكات الثقافية اليمنية مؤكدا اهتمام الحكومة اليمنية بتعزيز وجه التعاون المختلفة مع الولايات المتحدة في كافة المجالات من جانبه جدد السفير الأمريكي موقع بلاده الدعم للجهود التي يبدلها المبعوث الأمم في سبيل تحقيق السلام في اليمن بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع السفير جمهورية المجر لدى بلادنا بالاش الملاشي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطرق اللقاء إلى التعاون الثرائي بين البلدين الصديقين خاصة في مجهل التبادل الثقافي والمنح الدراسية السنوية التي تقدمها المجر لبلادنا والموقف السياسي الثابت للمجر في دعم أمن واستقرار اليمن التقى وزير الدفاع الفريق الركن محسن الدعي رياليون في العاصمة عدن وفدا عسكريا مصريا برياسة الليواركان حرب محمد إسماعيل عبد الفتاح وبحث الجانبان خلال اللقاء عدد من الموضوعات المتعلقة بعلاقات التعاون العسكرية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها خاصة في مجال تبادل الخبرات زار وزير الدفاع الفريق الركن محسن الدعي رياليون فيصر رجب المحرر من سجون ميليسيا الحوثي الإرهابية واطمن وزير الدفاع على الصحة الليوارج بعد ثمان سنوات من الرقفة والتغييب في سجون الميليسيات الحوثية مؤكدا استعداد وزارته تقديم الرعاية والدعم اللازم له ولجميع المحتجزين المحررين بالمنتسبية القوات المسلحة اليمنية بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيباح بالعاصمة عدن مع الممثل الجديد للمنظمة الصحة العالمية لدى بلاتنا الدكتور أرتورو بيس يجان القضايا المتعلقة بتعزيز وتطوير القطاع الصحي وأشار وزير الصحة إلى أن الوزارة والمنظمة يعدان شريكان أساسيا في العمل الصحي المشترك داعيا للانتهاج مبدأ شفافية في العمل وإشراك الوزارة في التخطيط والتنفيذ والإشراف لأي تدخلات في القطاع الصحي وتعزيز مفهوم الشراكة ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيباح بالعاصمة عدن مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتور هشام نهرو عدد من الموضوعات المتصلة بالقطاع الصحي واطلع الوزير بحيباح من المسؤول الأممي لتدخلات الصندوق المختلفة لا سيمة في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والخطط المستقبلية في تنفيذ الأنشطة المتصلة بها وتعزيز العمل المشترك لإخراج استراتيجية القابلات في اليمن على الوجه الأمثل التقى وزير المياه والبياء المهندس توفيق الشرجبي في العاصمة عدن مدير محفظات المياه والطاقة في البرنامج السعودي لتنمية ويعمار اليمن المهندس عبد الرحمن الرابع واناقش اللقام مشروع محطة تحليل المياه بقدرة 10 ألف متر مكعب يوميا بتمويل من البرنامج السعودي واستعرض الوزير الشرجبي الوضع الراهن لشبكة المياه في محافظة عدن والاحتياج الفعلي للمدينة مؤكدا على أهمية توجيه المزيد من التمويلات لتوفير خدمات المياه وصرف الصحي للمواطنين في العاصمة عدن وباقي المحافظات بحث وزير الزراع والره والثروة السمكية اللواء سالم السغطري مع المدير العام للمركز العربي لدراسات البناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد نصر الدين العبيد تعزيز وجه التعاون كما تطرق لغاية المنعقدة على هامش فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الثالث المياه إلى إمكانية الاستفادة من تجارب وخبرات المركز في مجال الزراعة وأمها زراعة النخيل وترشيد استخدامات المياه وتقنيات الري الحديث وبناء القدرات الوطنية وتحديث نقطة الاتصال لبلادنا لدى المركز وتبادل الخبرات في المجال الزراعي والحيواني افتتحت بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية عمال الاجتماع السنوي الثامن والاربعون لمجموعة البنك الإسلامي بمشاركة وزير التقطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب محافظة اليمن في البنك الإسلامي وتتناول أعمال الاجتماع بمشاركة واسعة من محافظي الدول العربية والإسلامية الأعضاء في البنك تحت شعار الشراكات لدراء الأزمات العديد من الموضوعات والقضايا المتعلقة دي بل أداء المال للبنك الإسلامي واستراتيجية البنك المعدلة لدعم الدول العضاء لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وقضايا الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد وتطوير أفاق التعاون بين البنك الإسلامي والدول العضاء شاركت اليمن في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية لشهر التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في العاصمة مسقطة بوافي الترأس وزير الصراع والتجارة عضو اللجنة الوزارية لشهون التقييس محمد الأشول واناقش الاجتماع جدول للعمال وتقرير هيئة التقييس على سير العمل ومذكرة رياس تلهية بجان اعتماد اللوايح الفنية الخليجية وتعديلاتها والموافقة على مشروع إنشاء مركز الاعتماد الخليجي لتعزيز التكامل بين مراكز الاعتماد على مستوى المنطقة مع ضمان عدم التعارض معها وأقر الاجتماع باعتماد 451 مواصفة قياسية خليجية لعدد من السلع والمنتجات والعديد من القرارات الهام التي تهدف إلى توحيد انشطة التغييس المختلفة ومتابعة تطبيقها اطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي بسيئون على أوضاع احتياجات مرافق مؤسسات الوزارة في وادي حضرموت وتعرف الوزير من وكيل المحافظة لشؤون المديريات الوادي والصحراء عامر العامري ورئيس جامعة سيئون الدكتور محمد الكثيري إلى شرح مفصل عن أهم الاحتياجات والتدخلات المطلوبة لدعم وتطوير أوضاع جامعة سيئون الناشية التي تستوعب أكثر من سبع آلاف طالب وطالبة واحتياجات كلية المجتمع والمعاهد المهنية والفنية وأكد الوزير الوصابي استعداد الوزارة لمساندة قيادة السلطة المحلية وقيادات مؤسسات التعليم العالي والتعليم المهني للتسويق المشاريع التطويرية التي استكملت دراستها الفنية في تلك المؤسسات مع المنظمات والجهات الممولة عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي أشهد نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالله دحان ووكيل وزارة الصحة العامة والسكان لغيطاع السكان الدكتور سالم الشباحي بجهود عمل مجلس التخصصات الطبية والصحية بساحل حضرمود وذلك في مقر المجلس بمدينة المكلة واستمع دحان والشباحي على سير العملية الدراسية والانشيطة التي ينفذها مجلس التخصصات الطبية والصحية بساحل حضرمود بغيادة البروفيسور عامر بلعفير كما أطلع البروفيسور بلعفير وفد الوزارة الدكتور تحان والشباح المساقات الطبية التي يتلقاها الدارسين والأنشطة العلمية اليومية والسبوعية التي ينفذها المجلس في مختلف المساقات إلى جانب شرحا عن المخيمات الطبية الاستشارية الجراحية المجانية التي يتم تنفذها بين الألفية والأخرى التقى وكل محافظة حضر مدلشون مدريات الوادي والصحراء عامر العامري صباح اليوم بمبنى رياسة جامعة سيون برئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الكثيري ونوابه ولمين العام للجامعة وأبحث اللقاء أهم الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لاستقرار العملية التعليمية بالجامعة وفي مقدمتها توفير المستحقات الخاصة بالكادر التدريسي والجهود المتعلقة بتثبيت موازنة الجامعة لدى وزارة المالية وأشهد وكل المحافظة بالجهود المبدولة من قبل قيادة وطاقم الجامعة في ظل هذه الظروف مشيرا إلى ضرورة العمل على استكمال قططها وتحقيق ما تصب إليه قيادتها موكدا وقوف السلطات المحلية مع الجامعة في سبيل تحقيق ذلك افتتح وكل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري المعرض العلمي الثقافي الأول الذي يقيمه فرع معهد من ناشر للعلوم الصحية بمديريات سيونة وطاف الوكير العامري ومعه وكل محافظة حضرموت الحكم سالم بن شرمان في أقسام المعرض متعرفا من الطلاب والطالبات على أبرز أهداف المعرض وما يحتويه من إبداعاتهم المنبثقة من ما يعلم لهم في مستويات المعهد في أقسامه المختلفة هذا وافتتح وكيل المحافظة معمل الحاسوب بالمعهد والذي تم إنشاؤه بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان مطلعا على أبرز الخدمات التعليمية التي سيغطمها المعمل للطلاب بتوجهات من وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين وبشراء مباشر من مدير عام كهرباء ساحل حضرموت المهندس مازن بن مخاشن عقد اجتماع موسع بإدارة كهرباء ضم مسؤولية الدوائر الفنية وإقسام الطوارئ برياسة نائب المدير العام لشؤون الفنية المهندسيها بالجعيدي لمناقشة تشكيل غرفة العمليات وتنظيم العمل بإقسام الطوارئ ووضع آليات تساهم في سلاسة العمل وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين لإصلاح يعطال بالشبكة وبحث الاجتماع مشكلة احتياجات الشبكة والسبل توفيرها والاختناقات المتكررة للمحاولات نتيجة ارتفاع الأحمال وشدد الاجتماع على ضرورة العمل بوتيرة عالية وبشكل يومي بما يسهم في سرعة صلاح العطال ويعادة التيار الكهربائي للمواطنين في حالة الانقطاعات النتيجة عن العطال والسلام البلاغات الوردة من المواطنين على مدار 24 ساعة ويعادة تمركز فرق الطوارئ في الميدان وسرعة الاستجابة وتوفير أي نواقص طعيق سيرة العمل وأفضل اجتماع إلى إقرار تشكيل غرفة عمليات تضم جميع الأقسام الفنية وغرفة الطوارئ بجميع الفروع والمجيريات التابعة لكهرباء ساحل حطرموت من أجل متابعة تنفيذ الأعمال الفنية بالشبكة والإشراف على مستوى تنفيذ كافة المهام بشكل مستمر على مدار 24 ساعة تسلم مدير أمن وشرطة ساحل حطرموت العميد مطيع المنهالي بالمكلة المعدات الخاصة والأدوات المقدمة من رجال الأعمال والمال دعمل لمصلحة الدفاع المدني والبالق والفتاح 20 مليون ريال يمني وأوضح العميد المنهالي أن المعدات الواصلة إلى مصلحة الدفاع المدني ستسهم في مساعدة الطواقم لقل قيام بمهامها الإنسانية السامية على أكمل وجه موجها شكره لكل رجال الأعبال الداعمين وفي مقدمتهم البروفيسور سعيد العبد بن عامون الذي ساعد على وصول المعدات وأشاد العميد المنهالي بأفراد الدفاع المدني موجه بعلاجة فرد ينتمي للدفاع المدني عند إصابته أو مرضه في مستشفى بن سين الحكومي مجانا وكرم العميد المنهالي في اختام عملية الاستلام للجهة الداعمة مؤكدا أن سيارات الدفاع المدني الخارج عن الخدمة سيتم صلاحها بالتنسيغ مع شركة النفط فرع ساحل حضرموت لإعادتها إلى الجاهزية حتى تستطيع مواصلة عملها وتقديم خدماتها للمواطنين عقد المدير أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد مطيعة منها لاجتماعا ضمن إدارات أمن مديرية المكلة والقوات الخاصة والشرطة الدوريات وأمن الطرق والغيادة والسيطرة لمناقشة الخطة الأمنية لتأبين وحماية سير عملية الامتحانات للطلاب الشهد الأساسي للعام الدراسي 2022-2023 وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الإجراءات والاحتياطات الأمنية اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة وسائل النقل التي عليها الوثائق والأدوات المستخدمة في العملية الامتحانية أثناء نقلها من مكتب التربية والتعليم بالمحافظة إلى المديريات وحماية كافة اللجانة الامتحانية والإشرافية وأهمية التنسيق المباشر بين الوحدات مع غرفة الغيادة والسيطرة وأشدد العميد المنهالي على منع الدخول بالسلاح الناري والأبيض والجوالات إلى مرافز الامتحانات ومنع التجمعات بالقرب من المراكز الامتحانية واتخاذ الإجراءات الأمنية الصارمة لضبط أي عملية تسريب للامتحانات من وإلى المراكز الامتحانية بالتنسيق مع مكاتب التربية والتعليم بالمديريات شهدت مديرية سيون بوادي حضرموت مسيرة جماهيرية سلمية دعا إليها شباب الغضب احتفالا بمخرجات اللقاء التشاور الجنوب الذي عقد في العاصمة عدن وكان شباب الغضب بوادي حضرموت أهاب بجميع الشباب الأحرار في الوادي والمكونات السياسية والاجتماعية بالمشارقة الفاعلة في المسيرة السلمية شنت القوات المسلحة الجنوبية أمس الأربعاء حملة عسكرية لتطهير وادي الخيالة في مديرية المحفظ بمحافظة أبيان من فلولة العناصر الإرهابية ضمن عمليات سهام الشرقة وشهد وادي الخيالة تقدم واسع للقوات الجنوبية بهدف استكمال عمل تطهير محيطه من تواجد أيبور إرهابية وتمركز العناصر التكفرية متطرفة وتواصل الوحدات العسكرية الجنوبية أعمال تمشيط الوادي بعدما نجحت في قتل وجرع عدد من العناصر الإرهابية والسيطر على 90% من امتداد مساحة وادي الخيالة استقبل وكيل أول محافظة المهر العميد مختار الجعفري بمكتبه بديوان عام محافظة المهر بخريجي كلية الشرطة بحضرموت من أبناء المحافظة الدفع الأولى القسم العام ورحب العميد الجعفري بالضباط الخريجي من كلية الشرطة بحضرموت الدفع الأولى القسم العام مستمعا لها من الصعوبات والعوائق التي تواجههم ودد لها لخدمة محافظة المهر وأعرب بن عوض عن شكريه وامتنانه للخريجين عن مواصلتهم للاتحاق كلية الشرطة وخدمتهم لمحافظتهم مؤكدا أن سلطة المحلية بقيادة محافظة المهر محمد علي ياسر تولي جانب الأمن اهتماما كبيرا وصلنا وإياكم إلى ختاب النشرة وإليكم تذكير بأبرز العنوين رئيس مجلس القيادة الرئاسي يدشن حزم من المشاريع التنموية والحيوية في عدن بتمويل البرنامج السعودي رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل في عدن وفدا عسكريا مصريا رفيع على المستوى اللواء الزوبيدي يطلع على سير عمل شركة النقف وجهودها لاستقرار الحالة التمويلية وزير التعليم العالي يطلع على أوضاع احتياجات مرافق مؤسسات الوزارة في وادي حضرموت نائب ووكيل وزارة الصحة العامة والسكان يشيده بجهود المجلس اليمني للاختصاصات الطبية بفرح حضرموت الساحل وصلنا وإياكم إلى ختام النشر أطبتم وطابت أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة